موسيقى نغل السلطة إلى الشعب السوداني بتوافق عريض وتراضي وطني تخرج بمجيبه القوات المسلحة نهائياً من العمل السياسي البرهان يتاهم الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب ويجدد التزام الجيش السوداني بتسليم السلطة لحكومة مدنية وذلك يتوجد أن يكون البحث عن اتباه لحكومة تاريخ النار حيول الأول مغروراً مالحل السياسي الشامي قائد الدعم السريع يستبق كلمة البرهان في الأمم المتحدة ويعرض رؤيته لوقف النار وبدء محادثات سياسية السعودية تحذر من دور الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة وتأمل أن يسهم الحوار اليمني في عودة الاستقرار مع تواصل عملية انتشال الجثث في درنا حفتر يبحث مع قائد أفريكم توحيد الجيش وإخراج المقاتلين الأجانب الجزائر تتخذ إجراءات مشددة للحد من هجرة الأطباء إلى الخارج بعد التحاق المئات بمستشفيات فرنسا هياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرامة في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن السودان يواجه حربا مدمرة شنتها قوات الدعم السريع وتحالفت معها جهات إقليمية ودولية متهما الدعم السريع بتدمير الأعيان المدنية والحكومية وممارسة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في معظم مناطق السودان وأضاف أن قوات الدعم السريع قد رفضت الخروج من الأحياء السكنية بالسودان وذكر أن وقف المساعدات قد أثر سلبا على أهداف التنمية بالسودان وفاقم من أوضاع النازحين واللاجئين كما طالب البرهان المجتمع الدولي باعتبار قوات الدعم السريع ومن يتحالف معها مجموعات إرهابية محذرا من تمدد النزاع في المنطقة البرهان قال إن مفاوضات جدة حققت تقدما لولا تعنت قوات الدعم السريع وأكد البرهان في خطابه على التزامه بنقل السلطة إلى الشعب السوداني وخروج القوات المسلحة من العمل السياسي مارثت هذه المجموعات القتل والنهب والسرقة والاغتصاب والاستيلاء على منازل المواطنين وامتلكاتهم ودمرت العيان المدنية من مرافق للخدمات ومستشفيات ومقار للدولة ودواوين الحكومة وحاولت طمس تاريخ وهوية الشعب السوداني أيضا مارثة العنف الجنسي والقتل على أساس العرق والتعزيب وكل ما يرقى إلى أن يوصف بأنه جرائم حرب نطالبكم سيد الرئيس والمجتمع الدولي باعتبار هذه القوات والمجموعات المتحالفة معها مجموعات إرهابية تستوجب أن يقف الجميع في وجهها ويحاربها لحماية الشعب السوداني والإقليم بل والعالم إننا ما زلنا عند تعهداتنا السابقة بنغل السلطة إلى الشعب السوداني بتوافق عريض وتراضي وطني تخرج بمجيبه القوات المسلحة نهائيا من العمل السياسي ويكون تداول السلطة بالطرق الشرعية والسلمية المتمثلة في الانتخابات حيث أننا نرى أن تكون هناك مرحلة انتقالية قصيرة تدار فيها الدولة بحكومة مدنية من المستغلين يتم خلالها معالجة الأوضاع الراهن الأمنية والإنسانية والاقتصادية ويعادة الإعمار تعقبها انتخابات عامة يختار من خلالها السودانيون من يحكمهم وفي كلمة موجهة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة قال محمد حمدان دقل قائد قوات الدعم السريع إن الحرب التي أشعلها أنصار النظام السابق قد سببت دمارا لم يسبق له مثيل في السودان وأكد أن قوات الجيش قد قوضت العملية السياسية والانتقال الديمقراطي وقدم حمدتي خلال كلمته رؤية الدعم السريع للحل في السودان عبر وقف لإطلاق النار طويل الأمد ومقرون بحل سياسي شامل والدعوة أيضا إلى حكم مدني ديمقراطي يقوم على انتخابات عادلة بالإضافة إلى تأسيس جيش سوداني جديد وبناء مؤسسة عسكرية مهنية تنأى بنفسها عن السياسة أعلم بقواة الدعم السريعية لحل الأزمة ويقاف الحرب وذلك على الأسس والمبادئة الآتية أن الحرب التي تدور في السودان هي انعكاس لأو مصحر من مظاهر الأزمة السودانية المتطاولة وذلك يستعجب أن يكون البحث عن اتفاع الوقف لإطلاق النار طويل الأمد مغرونا بما ذهب الحل السياسي الشامي الذي يعالج الأسباب الجذرية للحروب السودان نظام الحكم أن يكون ديمقراطيا مدنيا يقوم على انتخابات العادلة والحر في كل مستويات الحكم ويمكن جميع السودانيين من المشاركة الفائلة والحقيقية في تقريب مصيرهم ومن الضروري أن تعكس الحكومة المدنية بتشكيلها بحق وعدالة كل أغالين السودان وذلك عبر أليان أو أسس تمنى الاتفاق عليها بين جميع الأغالين رد السلطة إلى الجماهير والسودان يجب أن يتأسس كجمهورية حقيقية السلطة النفوذ بها لكل السودانيين لا يتمنذون بذلك إلا بما تفسر عنه من انتخابات العادلة والحرة في ذلك النظام لمقراطة فدرالي حقيقي خائم على تغاسم السلطة وتجاربها الاقتراف بأن المدخل الصغير لتحقيق السلام المستدامة في السودان وإنهاء إيقافة القنف الذي تمارسه الدولة ضد قطاعات كواسعة من السودانيين لا سيما في إطراف السودان العمل على إشراك أكبر وأوسع قاعدة سياسية اجتماعية ممكنة من الأحداث السياسية ونظامات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة والمرأة من كافة منطقة السودان وذلك دون إطراف المخاوضات السياسية على أخر النظام القديم والقوة المعادية للدمغراطية لأن مشاركتهم سوف تؤدي لتنميع القضايا وتأخوضها ينضم لي مباشرة من القاهرة الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني وعضو المكتب التنفيذي لقوة الحرية والتغيير المجلس المركزي شريف محمد عثمان أهلا ومرحبا بحضرتك أستاذ شريف على شاشة الحدث أنتم في القوة السياسية ومكان مثل الحرية والتغيير المجلس المركزي كيف ترون كل هذه المعطيات اليوم؟ كان فيه بيان أو خطاب كلمة لحمدتي يبدو أنه ما يسمعني أستاذ شريف أستاذ شريف عم تسمعني الآن؟ أسمعك ممكن تعيد السؤال تاني مرة أكيد أهلا ومرحبا بحضرتك أستاذ شريف كنت أؤشر إلى نقطة جوهرية أنه اليوم هناك مكان مهم في العملية السياسية للحرية والتغيير المجلس المركزي كان فيه كلمة لحمدتي وكلمة في البرهان استبقى حمدتي طبعا هذه الكلمة كل هذه المعطيات كيف ترون أن الحراك وهذه الحرب المندلعة منذ منتصف أبريل أين تتجه الأزمة السودانية؟ أولا مثال خير عليك وعلى كل متابعي قناة الحدث الكرام نعم طبعا استمعنا اليوم إلى خطاب قائد قوات الدعم السريع وأيضا استمعنا إلى خطاب القائد العام لقوات المسلحة الخطابين ببعض التباين هما ذكروا أن هما ملتزمان بالاتغال السلطة إلى نظام مدني ديمقراطي وإلى إجراء وانتخابات لكن الواضح أن إرادة السلام أيضا تتراجع عند الغايدة العام لقوات المسلحة وضح أنه من خطاب الذي يقدمه خلال اليوم هو خطاب يزعى إلى الاستمرار في هذه الحرب وهو سعي لتحقيق نغاطة سياسية نغاطة سياسية بشكل مباشر بأن يحشد العالم والمجتمع الدولي في مواجهة قوات الدعم السريع بالانتهاكات لكن لم يشر إشارات واضحة عن الخطة التي يجب أن تمضي فيها العملية نهاية هذه الانتهاكات تنتهي بإيقاف الحرب عليها أعتقد أن الأولوية بالنسبة للسودانيين الآن نحن الآن دخلنا في شهر السادس لهذه الحرب والشعب السوداني يعاني معاناة كبيرة جراء هذه الحرب يريد أن يستمع إلى غضايا وإلى آليات واضحة ومحددة في كيفية إنهاء هذه الحرب إنهاء هذه الحرب هو بالضبط مرتبط بالعودة إلى ممبر مدينة جدة برعاية أمريكية سعودية واستعادة مسار التفاوض والنغاش حتى الغضية التي ذكرها الغايدة العام للقوات المسلحة هي غضية يمكن حلها ليست غضية مستحيلة وغضية عدم النغاش حولها بالتأكيد سيهدم للسودان إذا أردت أن تنهي معاناة لا سوداني هل هناك مجال أستاذ شريف إذا سمحتني العفو من حضرتك هل هناك مجال بالفعل الآن لإعادة جلوس طرفي النزاع إلى أي طاولة مفاوضات وحوار أو حتى في منبر جدة اليوم البرهان طالب باعتبار الدعم السريع مجموعات إرهابية في المقابل إحميتي قال أنه نحن مستعدون لوقف إطلاق النار هذه المعطيات الجديدة كيف سوف تؤثر على جلوس الطرفين إلى طاولة مفاوضات واحدة بالتأكيد دانسا زي ما ذكرت لك الدعم السريع هو فعليا أو سوري للغايد العام للغاية المسلحة في خطابه حسب خطابه للغاية اليوم في الأمم المتحدة هو يقص عن تسجيل لغاية سياسية بأن احتبارا أنه هو سيادة الدولة وهذا الخطاب يعبر عن حكومة السودان نحن بالنسبة لنا أن هذه السلطة هذه السلطة الغايمة الآن وما قبل الحرب هي سلطة قوضت في تريد تغالية نحن لا نحطي شرعية للغاية العام للغاية المسلحة بأنه هو رأس السودان السودان لا توجد به سلطة سلطة تم تغويضها عبر تغويض الوسيقى الدستورية في 25 21 هو من ألقى الكلمة عن السودان في الأمم في الجهة العامة المتحدة أمام القيادات والقادة والسياسيين بالتأكيد هو يريد أن يسجل هذه النغاطة السياسية بأنه هو الرئيس السودان ويريد أن يسمي الدعم السريع قوة متمردة هذا أيضا لن يحل المشكلة نحن نريد حل المشكلة الحل المشكلة يجب العودة إلى طاولة الطفاوط وإجرامنا غشات حول الغضية هو ذكر الغضية تحديدا عالغة غالى أن قوات الدعم السريع ترفض القروج من البيوت من المدنية ومن الحياة السكنية هذا الحديث من الممكن طرح هذه الغضية على ميثرين وإيجاد صيغة حل تقود إلى وقف طويل لإطلاق النار أيضا الغايد العام للقوات المسلحة فيه حديثه عن أن الدعم السريع أطلق صراحة السجناء ومن ضمنهم المرتكبين الجرائم في المحكمة الجنائية الدولية عليه هو أن يراجع نفسه هؤلاء من ارتكبوا الجرائم الغايد العام للقوات المسلحة هو يعرف أين هم يغيمون هم يعقدون ندوات ولقاءات داخل مغرات تدبع للقوات المسلحة الندوة اللقاء أو جهاز الشرطة اللقاء الذي عقده أحمد هارون ومعه عدد من المطلوبين للعدالة الدولية ومطلوبين أيضا للعدالة السودانية قدموا ندوات داخل مغار حكومية برعاية جهاز الشرطة وبرعاية الغايد المسلحة وبرعاية أيضا حكومة الجهاز التنفيذي في ولاية كسلة وعليه إذا كان هو يمتلك الإرادة والرغبة فعليا في المضي قدما وغطأ الطريق أمام فلول النظام البايد الذين بشكل مباشر وحقيقة الأمر هم الرئيسي لهذه الحرب وهم الذين يحضون على استمرارها إذا كان الغايد العام للقوات المسلحة يريد أن يقطع الطريق أمام هؤلاء أعضاء المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية والمطلوبين للعدالة السودانية السودانين يعلمون مغراتهم في ولاية البحر الأحمر وفي ولاية القباري وفي ولاية كسلة عليه أن يقود هؤلاء لسجون وتحرير أوامر غبض في مواجهة إلى أي مدى هذه النقطة أستاذ شريف سمحني برضو على المقاطعة بحاول أستغل الوقت إلى أي مدى تمثل هذه النقطة يعني أهمية اليوم بالنسبة لألاف الضحايا الذين يسقطون بالنسبة للألاف الذين ينزحون بالنسبة للألاف الذين يلجؤون للخارج حديث جرينفيلد حديث الأمم المتحدة حديث جرافث حديث روزماري كل هؤلاء المسؤولين حتى كانت جرينفيلد تحدثت عن جزئية المحكمة الجنائية الدولية وموضوع الاتهامات المتعلقة بارتكاب جرائم حرب في دارفور باتهام مواضح للدعم السريع بحسب ما ذكروا إلى أي مدى هذه النقاط تمثل أولوية بالنسبة لكم أنتم كأحزاب سياسية وحرك سياسي بالسودان الغضية اللولة التي تشكل أولوية بالنسبة لنا هي إنهاء معاناة السودانيين إنهاء معاناة السودانيين هي مرتبطة بشكل وسيق باللحظة التي يتم وخف إطلاق النار فيها وبالضرورة البداية في تقديم المساعدات الإنسانية والمساعدات العلاجية ومحاولة استعادة البلاد لعافيتها ومن ثم شروح في إجراء مناغشات سياسية تنهي هذه الحرب وتعالج جزور الأزمة هذا هو الطريق الذي يعالج هذه القضايا لكن بشكل مباشر نحن نتحدث عن مدى جدية عن مدى جدية الغايدة العام للقوات المسلحة وغايدة الدعم السريع لإنهاء هذه الحرب ما استمعنا إليه اليوم هو لا يوضح أي شكل من أشكال الجدية والالتزام لوصول لإنهاء هذه الحرب واستعادة مسار التحول المدني الدموري وإنهاء معاناة السودانيين الطريق الذي يمضي فيه السودان اليوم والخطاب الذي ألغاه اليوم هو بالضرورة خطاب للحرب وليستمرار الحرب ليس هناك إشارات واضحة عن أن القوات المسلحة ستعود إلى مدينة جدة في أي وقت من اللوقات لتجري مناغشات حول الغضايا العالقة والوصول لصيغة تنهي هذه الأزمات هذا الخطاب الذي قدمنا اليوم هو خطاب ضد كل الخطابات التي قدمت نحن استمعنا إلى وزير الخارجي السعودي استمعنا إلى أمير ضولة قطر استمعنا إلى وزير الخارجي المصري استمعنا إلى كل الخطابات الغادة لفارغ الذين ألغوا خطابات خلال اليوم والأمس واليوم كل هذه الخطابات هي خطابات تحضى الأطراف إلى الزهاب والعودة إلى طاولة التفاوض لكن الخطابات الذي قدم اليوم هو عكس هذه الوكهة بشكل مباشر شكرا جزيلا إذن ضيفي أستاذ شريف كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لحضرتك أيضا ينضم إلي من القاهرة المحلل السياسي السوداني الدكتور خالد التيجاني دكتور خالد أهلا ومرحبا بحضرتك سيد البرهان كان حاضرا في اجتماعات نيويورك اليوم السيد حمدتي وجه خطابا وقال أن هذا الخطاب موجه للجمعية العامة لكنه لم يكن مدعوا هناك ما الدلالات أو ما الرسائل التي يريد أن يرمي بها أوراق اللعب التي يريد أن يرميها سيد حمدتي في تقديري أن خروج حمدتي بعد كل ناحية التوقيت في هذا اليوم بالذات هو إشارة واضحة جدا إلى أنه انزعج بشكل خاص من وصول البرهان إلى الأمم المتحدة وتعترف به كرئيس لسلطة الحاكمة الآن في السودان وهذه حقيقة تعتبر نقلة نوعية في مصار هذا الصراع أو تعيد تشكيل سردية ما كان يتعلق بهذه الحرب كان ينظر إليها باعتبار أنها كما حتى ورد في تغرير وسلمين العام السابق الأول المتحدة بأنها صراع بين تشكيلين عسكريين ولكن الآن مخاطبة البرهان للجمعية العامة يشير إلى أن الأول المتحدة تحترف رسميا بالبرهان كرئيس للسلطة السعادية الآن في الحكومة السودانية وهذا هو ربما ما دعا حميتي للخروج بعد انزعج طبير جدا للإشارة إلى أنه لا يغلب وجد وأنه ربما من باب الإشارة إلى أنه لا يعترف بهذه الصفة وبالتالي أصبح هناك لزاع المشروعي الذي كان حاضرا وربما فيه تقديره هو أدى إلى احتدام وإستطالة هذه الحرب الآن حقيقة الآن هذه من لحظة مفصلية هذا تحول نوعي في سردية الحرب لذلك بدأ مزعجة من هذه الخطوة وبالتالي كان عليها الخروج وأن يتحدث بعض طول انقطاع بالتالي هل الكلمة اليوم للخارج في سبيل وضع حد لهذه الأزمة بما أن هناك مثلا في اعتراف بسبب وجود البرهان هناك دعم خارجي هناك مبادرات تتحدث لبرهان البرهان قام بمجموعة من الزيارات لمجموعة من الدول بالتالي أصبحت الكلمة للخارج لوضع حد لهذه الأزمة لا أعتقد أن هناك حلا خارجي لهذه الأزمة هذا أي حل لهذه القضية متعلق بالإرادة الوطنية للأطراف السودانية الخارج يمكن أن يساعد إذا كانت توفرة هذه الإرادة في غياب توفر هذه الإرادة لن يستطيع عن الخارج أن يقدم شيء ولكن لأن هذه الحرب أيضا يجب أن نضع في الاعتبار أنها كانت نتاج لتدخلات خارجية كسيفة في الشان السوداني في هذه الفترة الانتقالية بما فيها محاولة تشكيل المستقبل السياسي للسودان وهذا ما أدى إلى الاصطدام ما يعرف بالاتفاق الإطاري حاول أن يعطي ميزة استقلالية للدعم السريع عن الجيش وهذا يسبب الأساسي الذي أدى إلى هذه الحرب وبالتالي الخارج كان حاضر لذلك الآن في إجعال هذه أو في التمحيد زي إجعال هذا القتال أو هذه الحرب وبالتالي الآن أيضا الخارج تعامل مع هذا الصراع في بدايته وكأنه بين طرفين متساوينين في المشروعية والشرعية وهذا أيضا فيه تقديره أدى إلى كثير جدا من التعقيدات وهذا الآن الاجتماع الدولي يحاول تصحيح هذا الموظف بحيث له أن لا يكون هناك غياب للسلطة الشرعية في السودان معرف أن الجيش السودان هو دستورا هو الذي يمثل هذه الشرعية حتى إجعار آخر ولكن في ظل الظرف الحال وبالتالي الخارج ممكن أن يكون عاملا مساعدا هل ورقة الدعم السريع سقطت تماما بأعين المجتمع الدولي دكتور خالد؟ هذا ما أسأل عنه أعتقد أن الدعم السريع هو من أزغط نفسه كان حقيقة يحظى بدعم واضح من أطراف إغليمية وحتى من أطراف دولية ولكن الانتهاكات الفضيع التي ارتقبها الدعم السريع خلال هذه الحرب لا سيما في دارفور وفي الجنين على وجه التحديد وحصلت إدانات دولية كثيرة ليس فقط من منظمات دولية ومنظمات أممية وأيضا من دول وانتهت أيضا بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض عقوبات على قائد الدعم السريع وبالتالي الدعم السريع هو من هزم نفسه بنفسه بممارساته التي أفزت هذه الانتهاكات الكبيرة وبالتالي هناك إدانة واضحة جدا من المجتمع الدولي لدعم السريع وبالتالي لم يعد الدعم السريع خادر على يعني الحصول على تعاطف خارجي أو دولي مع قضياته بالإشارة لأنه في النهاية هو فصيل تابع الوقات المسلح السودانية وبالتالي لا يمكن أن نظر إلى هذه القضية خارج هذا الإطار الحراك الجنائية الدولية يا دكتور خالد قال إنه هناك اتهمات صحيح إنه بعض هذه الاتهمات قد تم توجيه أو الإشارة لقوات الدعم السريع لكن هي ما زالت في مرحلة التحقيق والاتهمات كذلك طالت قوات الجيش هل تغيب هذه الجزئية أيضا عن المجتمع الدولي؟ أعتقد ليست غايبة للإجتمع الدولي واضح جدا اتخذ موقفنا الدعم السريع النتيجة للتحقيقات لم يكن هذا الموقف اعتباطا بدأت بداية من منظمة وإضافة إلى الولايات المتحدة الانتحاد الأوروبي يعني كل هذه الدول النتيجة لأن هناك التحقيقات أجرت وبالتالي على أساسها تم إدارة الدعم السريع موضوع المحكمة الجنائية هذا موضوع قضايا هو مسار مختلف إذا وصلت إليه ربما يكون عن إيحة مضار غضائي مختلفة لكن الآن على الأقل هناك إدانة سياسية واضحة جدا من المجتمع الدولي الدعم السريع على خلف هذه الانتحاكات وبالتالي يعني موضوع الجنائية الدولية حتى في السودان نعتقد عنده تاريخ مسبق نعرف أنه كان هناك إدانات تمت في عهد الإنظام السابق وحتى اليوم نمتين فيها أي نوع من الإقراءات وبالتالي في تقدير الآن هي قضية سياسية أكثر من كونها قضية جنائية وقضية متعلقة بمحاكمات دولية وهذا ما أشارت أيضا إليه يعني ممثلة المبعوثة الأمريكية في الأمم المتحدة قلت أنه يعني ضمان بأنه تم التهرب من كل الاتهامات السابقة وكل تحقيقات الجنائية الدولية سابقا جعلت من يرتكب الجرائم يضمن الأمان وعدم التعرض للمسؤولية هذه ليست قضية متعلقة فقط بالسؤال نعلم أن هناك كثير جدا من الانتحاكات التي تمت نهاية كامرات مختلفة من العالم وبالتالي يعني واضح جدا أن الغوة القبرى تستخدم موضوع المحكمة الجنائية الدولية أو قضية العدالة الانتقالية والعضائية في إطار صراعتها السياسية وأجندتها السياسية وبالتالي في كثير من الأحيان تتنازاها أو تتجاوزها وبالتالي هي في الغالب محكومة بأجندة لهذه الأطراف ذات القوة الدولية سؤال الأخير دكتور خالد دائما ما تظهر جزئيات يختلف عليها الطرفان يعني مثلا اعترض الجيش على موضوع رئاسة كينيا للألية الربعية بإيقاد مثلا اعترضت قوات الدعم السريع على جزئية الخروج من الأحياء السكنية أو ما يلأي ذلك ما الذي ينقص هذه المبادرات حتى ترى النور المبادرة الواضحة جدا في تحديد الأجندة والمطلوبات هي ممبر جدا كان واضحا جدا في تحديد هذه القضاءة وهذه تم التوقيع عليها من الطرفين وحددت بصورة واحدة في بنودها السبع ما هو المطلوب ولكن واضحا جدا هناك عدم التزام من طرف على الأقل الدعم السريع من هذا الالتزام بالتالي كان الشيء الطبيعي أن يساءل الدعم السريع على عدم التزام بهذه التعاقدات ولكن عدم القيام لذلك هو أدى إلى نوع من السيولة التي أدت في النهاية إلى إغراغ أو تعطيل من برجدة وبالتالي من برجدة أهميته أنه يخاطب بصورة مباشرة وواضحة جدا قضية الحرب الآنية وقضية كيف يمكن إيقافها عبر عملية مراحل وقف إطلاق النار حتى الوصول إلى إطلاق دائم لإطلاق النار إذن المحلل السياسي السوداني دكتور خالد أتيجاني شكرا جزيلا لحضرتك في التطورات الميدانية تواصلت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم بمحيط القيادة العامة للجيش لكنها بوتيرة أقل من الأيام السابقة مرسل الحدث أفاد بسماع دوي انفجارات وتصاعد الأعمدة الدخان بمحيط قيادة الجيش وذلك نتيجة للمدفعية الثقيلة والأسلحة المتوسطة والرشاشة التي تستخدم من قبل الطرفين أما في أمدرمان فتدور اشتباكات متقطعة بالقرب من سلاح المهندسين التابع للجيش مع تحليق لطائراته المسيرة بمحيط المنطقة كما سمع أو دوت أصوات المدفعية الثقيلة التابعة للجيش من قاعدة وادي سيدنا العسكرية المتمركزة أقصى شمال المدينة ودوت باتجاه تمركزات للدعم السريع بالخرطوم وأمدرمان مراسل الحدث أفاد أيضا بدوي أصوات انفجارات وتصاعد لأعمدة الدخان من بحر شمالية العاصمة نتيجة لتواصل المعارك بين الجيش والدعم السريع دمشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل وزير الخارجية المصري أكدوا أهمية توفر الإرادة السياسية لحل قضية سد النهضة مع إثيوبيا منذ ولدنا ونحن نصارع الحياة نترك أشياء من أجل أشياء أخرى نحاول جاهدين أن ندرك أن نعرف السر في الوصول إلى غانتنا من العيش الكريم للا حروب أو صراعات أو جوع أو مآس لطالما كانت الأميات صعبة التحقيق والأحلام تبقى أسيرة الواقع الذي طالما ننتظره أن يتغير ويبقى الأمل ما يدفع الإنسان ليستمر نزلنا من الغصف ونزلنا من الطيران والحجينة هنا سهل أنه كم يتساقط علينا وما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى فزع على الأرض رعب من السباة طفولة يسرقها الجوة أمان قتلته زخات رصاص نساء ورجال عجائز وأطفال فرنا من الجحيم ماحثونا عن المجرور حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد ذكر وزير الخارجية المصري سامح شكري للحدث أن حل قضية سد النهضة مع إثيوبيا تشترط توفر الإرادة السياسية وإن غير ذلك سوف يبقي المفاوضات بين مصر وإثيوبيا تسير في دوائر مغلقة كانت هناك إرادة سياسية لا أتصور أن يستغلق سياقة الاتفاق أكثر من أسبوع أما إذا لم تتوفر هذه الإرادة سوف نستمر في دوائر مفرغة لن تؤتي بنتيجة وربما هذا هو الهدف ولكن لا نصادر على القضايا وننتظر لانقضاء هذه الفترة التفاوضية بعدها سيكون واضح للجميع إلى أي قدر كان هناك استعداد للتوصل للاتفاق وقد وصف وزير الخارجية المصري سامح شكري في مقابلة مع الحدث وصف اللقاء الذي جمعه بنظيره الإيراني حديثا باللقاء المثمر اللقاء بالأمس كان لقاء فيما بيني وبين وزير الخارجية الإيران لقاء مثمر تم خلاله تناول قضية العلاقات الثنائية ما هو متوقع من قبل الجانبين حتى نضع خارطة طريق لكيفية الوصول إلى نقطة العلاقات الطبيعية مرة أخرى وبالتأكيد أن هناك مناحي وعناصر مختلفة ومتنوعة ذات اهتمام بالنسبة للجانبين ضرورة من أن نضع الأطر الموضوعية أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ترشيح فريد زهران للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقبلة وقال الحزب إن زهران هو مرشح الحركة المدنية وكل القوى الديمقراطية التي تسعى إلى تغيير آمن وسلمي وديمقراطي كما أشار إلى أن أجواء المعركة الانتخابية تنقصها الكثير من الضمانات وقال إن الخطوات المتخذة من السلطة تبدو غير كافية لإجراء الانتخابات أولا أن أجواء المعركة الانتخابية ينقصها الكثير من الضمانات التي طالما طلبنا بها وأن الخطوات التي تمت سواء في الإفراجات المحدودة أو التعهدات التي اقترحناها على مجلس أمناء الحوار وتبناها مشكورا الهيئة الوطنية للانتخابات أن كل هذه الخطوات وربما غيرها أيضا تبدو لنا كعلامات طيبة قد تشكل فرق عن انتخابات الرئاسية السابقة ولكنها علامات غير كافية لإجراء انتخابات ديمقراطية نصب إليها جميعا ونأمل فيها ومرة أخرى نأمل ونطالب بأن تكون هذه الانتخابات خطوة في طريق التحول الديمقراطي ولا تكرر مشهد الانتخابات الرئاسية السابقة إذن معي مباشرة من القاهرة عضو مجلس النواب المصري النائب مصطفى بكري أهلا ومرحبا بحضرتك على شاشة الحدث يعني قبل قليل أخذنا هذا المقتطف للمرشح فريد زهران لكن بشكل عام لماذا تأخرت اليوم الأحزاب السياسية في موضوع ترشيح أو الإعلان عن مرشحها يعني الحقيقة سيفتح باب الترشيح بدءا من إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات في الخامس والعشرين من الشهر الجاري عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية ومن ثم بالتأكيد ستكون هناك ترشيحات الآن لدينا ثلاث مرشحين مرشح حزب الوفد ومرشح حزب الشعب الجمهوري ومرشح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وبالتأكيد سيترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي كما تشير كافة المصادر والمؤشرات طبعا سيتقدم كل مرشح بما لديه سواء من توكلات من الجماهير خمس وعشرين ألف أو من أعضاء البرلمان عشرين نائبا هذا أمر يكفي وأعتقد أن الثلاثة ربما حصلوا على تطمينات حقيقية حزب الشعب الجمهوري لديه نواب وحزب الوفد لديه عدد من النواب يزيد عن العشرين وأيضا حزب المصري الديمقراطي لديه عدد من نواب ولكنه يجري مشاورات وينسق مع نواب آخرين وربما يكتمل ترشح السيد فريد زهران هذه هي المؤشرات الأولية حتى الآن وأعتقد أن كل منهم بدأ يستعد للدخول إلى السباق الانتخابي وحديث السيد فريد زهران بالضمانات الانتخابية سوف أعرج على موضوع الضمانات سيد مصطفى سوف أعرج على موضوع الضمانات لكن بموضوع العملية السياسية ونطج العملية السياسية في مصر أنت تعلم أن التحضير لمنصب الرئيس من هو مرشح لمنصب الرئيس يسلزم ذلك استعدادا وبرامج ويطول الأمر للتحضير يعني سنوات لذلك ليس يعني يتم الإعلان عن اسم معين قبل شهرين من الانتخابات صحيح يعني الأمر كان معروف منذ فترة من الوقت أن هناك انتخابات رئاسية وأن هناك استحقاق ساجرة بالنسبة للفترة الرئاسية الثانية التي يخوت فيها الرئيس عفا التحسيسي هذه الانتخابات ومن ثم كان هناك استعداد لدى عدد من الأحزاب السياسية للمشاركة ولكن غالبية الأحزاب أعلنت عن دعمها لترشح الرئيس عفا التحسيسي للفترة الثانية ولهذا نجد أن هذه الأحزاب متضامنة طبعا كون الحزب المصد الديمقراطي ممثلا عن الحركة المدنية كما أقول حزب الوفد حزب الشعب الجمهوري هذه أحزاب وأنا أتمنى أن تكون هناك شخصيات أخرى أن تكشف النقاب عنها خلال الساعات القليلة القادمة سيد مصطفى حتى وإن تحدثنا عن نطج العملية السياسية ألا تعتقد بأن هناك حاجة لوجود مرشحين ببرامج انتخابية واضحة هذه البرامج تعرض على الناس توضح جزئيات عامة توضح خطط عامة لبناء الدولة بناء الخدمات تعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم وكل هذه الأمور من المؤكد بعد التقدم إلى الترشح سوف يفتح الباب للدعاية الانتخابية وخلال فترة الدعاية الانتخابية من المؤكد أن كل مرشح سيكون له برنامجه الانتخابي الذي يطرح فيه إجابات عن تساؤلات حول الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية حول التحديات التي تواجه البلاد حول علاقات مصر الإقليمية والعربية والدولية كل له توجهه وبالتأكيد الناخب سيختار وفق هذه البرامج التي ستطرح في فترة الدعاية الانتخابية أستاذ مصطفى أسمحني فقط بهذا السؤال كم هي مدة الدعاية الانتخابية حتى الآن لم تحدد تقريبا يعني عادة أن تكون من أسبوعين إلى ثلاثة طيب من أسبوعين إلى ثلاثة هل هي كافية حتى أن هذا المرشح يقدم برنامجا انتخابيا يشرح وجهة نظره وأرائه تجاه تحديد العلاقة بين السلطات داخل الدولة تحديد بعض الأمور المتعلقة بسياسة خارجية لمصر الناخب المصري يعرف تماما برامج المرشحين من خلال أحزابهم السياسية التي ينتمون إليها ففريد زهراني ينتمي إلى حزب يعني هو في خندق اليسار عبدالسند يماما ينتمي إلى حزب الوفد صاحب التاريخ الطويل أيضا السيد حازم عمر ينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري وهو أيضا حزب له رؤيته السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونستطيع أن نصنفه ضمن قوى الوسط السياسي ومن ثم الأمر لن يكون عصيا على فهم الناخب لطبيعة هذه البرامج ولأسماء المرشحين الذين هم بالأساس رؤساء للأحزاب السلاسة طيب أرجع للجزئية التي قاطعتك فيها ببداية حوارنا أسادة مصطفى وهي موضوع الضمانات ما هي الضمانات التي يطالب بها هؤلاء المرشحون وذلك ما جاء عليه أصلا المرشح فريد زهران الأساس طبعا هناك إشراف قضائي بين اللجان الفرعية وكل صندوق قاضي هذه مسألة بتضمن حقيقة حيدة مؤسسات الدولة في العملية الانتخابية الإشراف القضائي في حديث ذاته لن يسمح بالتزوير بأي حال من الأحوال لكن هم يتحدثون عن ضرورة حيدة مؤسسات الدولة وحيدة الإعلام وأن يكون هناك نصيب متساوي للمرشحين في وسائل الإعلام المختلفة وأعتقد أن هيئة وطنية للانتخابات قالت هذا الأمر قالت أن مؤسسات الدولة ستكون بعيدة عن التدخل صالح مرشح معين كما أنها طالبت بفرص متساوية لكافة المرشحين في وسائل الإعلام المختلفة تلك هي الضمانات وأعتقد أن ما تلقيناه من إشارات سواء من الهيئة الوطنية أو من أمانة الحوار الوطني أو من موقف الدولة المصرية كلها تؤكد على ذلك خصوصا أنه سيكون هناك مراقبين وسيلعب الإعلام أيضا دورا لقبيا في متابعة هذه الأحداث بتشكرك جزيل الشكر إذن عضو مجلس النواب المصري النائب مصطفى بكري شكرا جزيلا على وجودك معنا ويعطيك العافية قال وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان خلال جلسة حوار على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة قال إن السعودية تتطلع لأن يسهم الحوار بين الأطراف اليمانية في الانتقال بالبلاد للأمن والاستقرار وحذر الأمير فيصل من تنامي دور الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة في خلق الأزمات وفي تهديد السلم والأمن الدوليين وذكر أن سهولة امتلاك هذه الجماعات للوسائل التكنولوجية والأسلحة المتطورة يقوض مؤسسات الدولة أشار كذلك إلى أن تأثيرها يتجاوز الحدود الجغرافية مما يشكل تهديدا متصاعدا للأمن والاستقرار ودع وزير الخارجية السعودي مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات جادة وصارمة تجاه الجماعات المسلحة للحد من أضرارها ومن جهة أخرى بحث وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان مع رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمنى رشاد العليم بحث سبل دعم الحوار بين الأطراف اليمنية بما يحاقق الأمن والاستقرار في البلاد وقد أشاد العليم بموقف المملكة تجاه الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف وصولا إلى مساعيها من أجل إحلال السلام والاستقرار في البلاد كما تطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع اليمنية والجهود الإقليمية والدولية لتجديد الهدنة والبناء عليها لإطلاق عملية سياسية شاملة وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا في كلمة له أمام الجمعية العمومية في الأمم المتحدة جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليم جدد التأكيد على دعم الحكومة اليمنية لمسار السلامة فإن ملف السلام ظل يراوح مكانه رغم ما قدمته الحكومة اليمنية من تنازلات ومبادرات دعما لهذا المسار ومع استيناف الجهود الحميدة لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وجهود المبعوثين الأممي والأمريكي تتجدد الآمال في رضوخ الميليشيات الحوثية للإرادة الشعبية والإقليمية والدولية والاعتراف بحقيقة أن الدولة الضامنة للحقوق والحريات وسيادة القانون على أساس العدالة والمواطنة المتساوية هي وحدها من ستجعل بلدنا أكثر أمناً واستقراراً واحتراماً في محيطه الإقليمي والدولي وهذا هو منطق الحكومة الشرعية ومنتهى الهدف من أي جهود للسلام المستدام الذي يجب أن يعني الشراكة الواسعة دون تمييز أو إقصاء والتأسيس المستقبل أكثر إشراقاً فإن أي انتراخ من جانب المجتمع الدولي أو التفريط بالمركز القانوني للدولة أو حتى التعامل مع الميليشيات كسلطة أمر واقع من شأنه أن يجعل من ممارسة القم وانتهاك الحريات العامة سلوك يتعذر التخلص منه بأي حال من الأحوال ومن واقع فهمنا لنهج الميليشيات الحوثية فإن عروض السلام بالنسبة لها ليست سوى بالونات اختبار وينبغي التعامل معها من منظور تكتيكي للسيطرة على المزيد من الموارد وتأجيل قرار المواجهات العسكرية إلى أن تتحقق ظروف أفضل وهو ما حدث في تنصلها عن كافة الاتفاقيات السابقة وآخرها اتفاق استكهل لذلك فنحن نؤكد ضرورة توفر الضمانة الكافية للسلام الذي يجب أن يتأسس على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا وقد أشهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالدعم السخي الذي تلقته الحكومة من السعودية من خلال منحة مالية قيمتها مليار ومئتا مليون دولار وأجدها مناسبة للقول أنه لو لا الدعم السخي الذي تلقته الحكومة الشهر الماضي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية من خلال منحة مالية قيمتها مليار ومئتا مليون دولار دعما للموازنة العامة للدولة لكانت الحكومة قد عجزت عن الوفاء بالتزاماتها الأساسية بما في ذلك عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين وننوه أيضا في هذا السياق بالتمويلات والتعاهدات الإنسانية والإنمائية من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة والأصدقاء في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وباقي الشركاء الإقليمينية والدولية رحبت فرنسا بالجهود التي تقودها السعودية بالاشتراك مع عمان للمساعدة في جمع الحكومة اليمنية والحوثيين حول طاولة واحدة برعاية الأمم المتحدة قالت السفارة الفرنسية لدى اليمن في تغريدة إن المفاوضات بين الطرفين اليمنيين هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في اليمن ووضع حد لحرب أهلية في لقاء مع الحدث قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تام ليندر كينغ إن النتائج الإيجابية لحوار الحوثيين في الرياض سوف تساعد في تعميق الحوار اليمني اليمني وأكد أهمية استغلال الفرصة الآن والعمل على آلية لإنهاء الحرب في هذه اللحظة الحاسمة بحسب وصفه ليندر كينغ قال إنه ورغم التطورات الإيجابية إلا أنه يشعر بالقلق لعدم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب حتى الآن وأكد أن الأمم المتحدة تقود مفاوضات السلام لكن واشنطن تلعب دورا مهما في العملية السلمية ينضم لي مباشرة من القاهرة الأكاديمي والمحلل السياسي اليمني الدكتور فارس البيل أهلا ومرحبا بحضرتك دكتور ما أبرز الرسائل التي يمكن التقاطها بحديث اليوم يعني رشاد العالمي في جمعية العامة تحية لك ولمشاهدين الكرام أتصور أن هذه الكلمة الضافية والمهمة تقدم رؤية شاملة من قبل الحكومة الشرعية للمجتمع الدولي وللوسطاء الدوليين وللأمم المتحدة ولكل الدول في العالم التي يهمها الشأن اليمني حول طبيعة السلام وكيف يمكن أن يذهب اليمنيون إلى السلام قال أن الحكومة الشرعية مع السلام لكن لا بد للمجتمع الدولي أن يصلح الأخطاء التي كانت تحيق مسيرة السلام وأن يتعامل مع ضرورة أن ننتقل إلى السلام دون إضرار بالمركز القانوني للدولة وهذه أعتقد أنها هي النقطة الأهم في الكلمة بالإضافة إلى أنه حذر من أن تعامل المجتمع الدولي مع ميليشيا الحوثي كسلطة أمر واقع أضر بطبيعة السلام بل وأضر بمسألة الانتهاكات وجعل من هذه الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي كما لو أن المجتمع الدولي يتغافل عنها ويسمح بها وهذه بادرة خطيرة كما أنه أشار بدرجة أساسية الرئيس العليمي إلى أن خبرة الحكومة الشرعية وخبرة اليمنيين مع ميليشيا الحوثي تقول بوضوح أنهم يستخدمون السلام مجرد بالونات اختبار وأنهم في كل مراحل السلام لا يأخذون من السلام إلا ما يكون وقودا لمعارك قادمة وبالتالي ومع ذلك تتعامل الحكومة الشرعية مع كل المبادرات ومع كل الجهود بإيجابية لكن لا بد للمجتمع الدولي أن يأخذ كل هذه الاتجاهات وكل هذه المحاذير بعين الاعتبار إذا أرادوا أن يدفعوا باليمنين إلى حالة من السلام الحقيقي السلام الضامن للعدالة والمساوى التي تبتعد عنها ميليشيا الحوثي نعم دكتور فارس يعني بالمحاكاة وإنجاز ذلك يعني مثلا في ليبيا أو حتى في السودان دائما ما يتحدث الجميع عن أن الحلول تكمن في الداخل وأن جلوس المتنازعين إلى الحوار والمفاوضات هو السبيل لحل الأزمات مع اختلاف طبعا المكان واختلاف التركيبة السياسية كلها في اليمن إلى أي مدى بعد كل هذه السنوات ومع كل الفترات التي كان فيه هناك طاولة مفاوضات ووجود الأمم المتحدة ووسطات دولية إلى أي مدى بالفعل ذلك هو أمر مقبول بالنسبة للطرفين أتصور أن الحكومة الشرعية وتجربتها في اليمن اختصرت كل هذا المشهد الحكومة الشرعية قبلت بالتفاوض مع ميليشيا الحوثي من أول لحظة منذ السنة الأولى لإنقلاب ميليشيا الحوثي وذهبوا إلى جنيف وذهبوا إلى بيال وذهبوا إلى ستوكولم فيما بعد وفي الكويت وفي الأردن ومفاوضات طويلة ومراثون طويل وقبلت الحكومة الشرعية وتنازلت عن قيمتها الدستورية مقابل أن يكون هناك سلام وحق للدماء وجلست مع ميليشيا الحوثي ليست المرة الأولى التي تلتقي فيها الحكومة الشرعية بميليشيا الحوثي وقبلت أن تكون على طاولة التفاوض ندا بندا إذن لدينا تجربة طويلة صحيح في سؤالك من الواضح أنه لابد لكل الأطراف في الأخير أن تجلس إلى طاولة الحوار ثم تنتهي الحروب لكننا في اليمن جلسنا إلى ميليشيا الحوثي منذ اللحظة الأولى وكانت ميليشيا الحوثي تراوغ وتتهرب من تداعيات السلام ومن شروط السلام بل شجعها هذه الندية على التمرد على كل الجهود الدولية على الذهاب أكثر فأكثر في حالة العنف على خلق مساحة للمناورة وللتكتيك أكثر وبالتالي شجعها على أن تتعامل مع المجتمع الدولي ومع كل المبادرات باستخفاف وجدنا كيف أنها تعاملت مع كل المبعوثين بدرجة عالية من الابتعاد عن تحقيق لكن خلينا أذكر دكتور فارس خلينا أذكر لكن أيضا مقاربة يعني مثلا نتحدث عن المجتمع الدولي ستجد مثلا أن المجتمع الدولي والجنائية الدولية تحدثت مثلا عن انتهاكات بالسودان متعلقة مثلا بالدعم السريع أو مثلا ستجد أنهم فرضوا عقوبات على اللي هو الأخ الأكبر ليحمدتي بالسودان لكن لما متحدث عن الحوثي في اليمن منشوف أنه حتى هذه اللحظة يعني زي ما بيحكوها يعني بالعامية رجل قدامه ورجل وراء بما يتعلق بإدراج الحوثي على لائحة الإرهاب صحيح هذه الإشكالية الكبيرة التي في تقديري أنها أعاقت مسيرة السلام وأعاقت الوصول إلى حلول حقيقية أعاقت الحكومة الشرعية من عملها بمقتضى الدستور والقانون في تثبيت الأمن واستعادة الدولة وأعاقت المسار السياسي الذي قدمت فيه الحكومة الشرعية كثير من التنازلات صورة الحوثي واضحة منذ البداية للمجتمع الدولي يدركون تماما أن ميليشيا الحوثي ليس لها علاقة بالسلام ويدركون تماما أن ميليشيا الحوثي ليس لها علاقة بالمشهد السياسي اليمني بمعنى أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمشروع العسكري للنظام الإيراني وبالتالي هي بعيدة عن قيم السلام أو حتى عن قيم التفاوض على السلطة إن كان هناك كما ضربت مثالا في السودان هناك صراع مثلا على السلطة لكن في اليمن الأمر يختلف تماما لدينا ميليشيا الحوثي حتى اللحظة أنا متأكد أنها لا تدرك ما المطلوب منها في المستقبل السياسي ولا تدرك ما قيمتها في المستقبل السياسي هي مشروع عسكري بندقية لا أقل ولا أكثر عليها أن تطلق النار فحسب وبالتالي كيف يمكن أن تتفاوض مع بندقية لا تنطق كلمة واحدة في إطار السياسة أو في الشأن السياسي أو كيف يمكن أن تنتقل إلى الحالة السياسية هذه هي الإشكارية الكبيرة في تقديري التي يتعامل المجتمع الدولي عنها بأقل من دقيقة عشان الوقت الآن بعد كل ما حصل وتقاربات الأخيرة وما إلى ذلك هل تضغط إيران اليوم على ميليشيات الحوثي؟ أتصور أنه تكتيك في تقديري أنه تكتيك من قبل إيران في ظل التطورات وخفض التصعيد في المنطقة وستطاعت المملكة العربية السعودية أن تجر إيران إلى هذه النقطة لكن علينا أن ننتظر وفي تقديري أن كل هذه التحركات إذا لم تثمر تحول حقيقي على الأرض من قبل ميليشي الحوثي بالوصول إلى تسليم السلاح فإنهم جرى التكتيك لا أقل ولا أكثر شكرا جزيلا على كل هالتفاصيل وهذه الإضاحات إذن الأكاديمي والمحلل السياسي اليمني دكتور فارس البيل كنت معنا من القاهرة يعطيك ألف عفي شكرا نبقى في اليمن وفي مأرب تحديدا إذ نفذ النازحون وضحايا الحرب والألغام بمخيم السويداء غرب المدينة وقفة احتجاجية تزامنا مع الذكرى التاسعة لانقلاب الحوثي بالحادي والعشرين سبتمبر من العام الفين وأربعة عشر النازحون أكدوا في وقفتهم أن أي سلام يجب أن يتضمن جبرى ضرر الضحايا والعودة إلى مناطقهم بأمان وسلام حتى بهذه الحالة من العز والإعاقة يرعب المناهضون لفكر ومعتقدات الميليشيات الحوثية قادتها وعناصرها الذين يضاعفون الانتهاكات بحقهم محسن عايض الذي جرح وأقعد أثناء مقاومة الحوثيين في العام الفين وأربعة عشر اقتحموا منزله وفجروه عند سيطرتهم على منطقة نهم شرقي صنعاء في مشاهد ترهيب متكررة في كل منطقة يصلون إليها نحن كنا مرتاحين في بوتنا وابأتي معي كان بيت حقي ثلاثة دور فقام بتفجيره أشوى بهالبيت أشينا سويت بهانا فقام بعد قمنا ننزح وشكف حالة الناس النازحين شكف على حالة عندهم وشكف على كيف تحت الخيام تحت المعارش تحت القضاء ودمر شعب وطرد الشعب الليماني وطرد أهجرهم والآن هنا عندنا نازحين والله أنهم الأسر ما بين من يعولهم ما بين من يعولهم أنها أسر تاملة في الذكرى التاسعة ليوم الإنقلاب الحوثي على الشرعية اليمنية نفذ النازحون وضحايا الحرب والألغام الحوثية وقفة احتجاجية في مخيم السويداء بمأرب حاملين رسائل إنسانية للضحايا المكتوين بنار ذكرى النكبة اليمنية في الحادي والعشرين من سبتمبر الحل الجدري هو وقوف المجتمع الدولي المؤيد للشرعية بالقول نريد أن ينتقل إلى الجانب العملي وإيجاف المهزلة وإعادة الدولة إلى ما كانت عليه ونشر السلام من جديد المحتجون طالبوا برفع الضرر الذي تعرضوا له جراء الانتهاكات الحوثية مؤكدين رغبتهم بالسلام الذي يضمن عودتهم إلى مناطقهم بأمان حرصنا على تحقيق السلام اليوم قبل القد وفقا لمبادئ العدالة الانتقالية يضمن حقوق الضحايا ويجبر ضررهم نكرر تأكيدنا بأننا مع السلام العادل والشامل سلام حقيقي لا إذنة مؤكدة لا إذنة مؤقتة يستريح فيها المعتدين السلام هو مطلب النازحين المشردين من منازلهم ومطالبهم في الذكرى التاسعة للإنقلاب هو العودة إلى الديار وجبر الضرر محمود الحميدي الحدث مأرب إذن وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل تفاعلوا معها زوروا أيضا موقعنا الإلكتروني الحدث دوت نت ألقاكم بعد قليل تتواصل المواجهات العنيفة على الوضع كارثي هناك معاناة كبيرة كما تشاهدون كيف ستتعامل روسيا مع بدء الهجوم المضاد الجيش الروسي فوقها بأنه هو مضطر لحرب عصابات الضررون وغطاروشكا تعاني إدارة إنسانية كبيرة جدا هل يعني ذلك بالفعل لم تستطع موسكو حسم عمليتها العسكرية المشكلة التي قد تفاجأ بها هي كسر القطوط الحمراء على الطرف الآخر هذا هو خط الجبهة الأول تم إجلاء ألف وسبعمائة شخص من براتق فرسون المختلفة بشر سلاح نوي في بيلاروسيا هو استعراض قوة عن رسالة تهديد أظن الغرب هو يريد استنزاح روسيا هذا الهجوم كان لابد أن يحضر هذا كارسة لأوكرانيا كيف يمكن بأن أوكرانيا يمكن أن تفجر السد الخاص بها العالم يتغير من حولنا بإيقاعات بتناغم كل شيء متقلب كل إبطاء يعقبه تسالو ما هي أهمية هذه العملية العسكرية فالمعلومات متغيرة في كل ذانية لعيني أبدأ بهذا العاجل الآن فما تعرفه بالأمس يصبح ماضيا اليوم ناكست تير قد برينة فوط سفلي كريز سمبلي بوط دوال بيرار أو تفو فليكي تبقى على اتباع طلب إيران بحضم التدخل أنوا طابلين لبرلين ورسلت الحديث عنها هذه هي التفاصيل التي نشرت حتى هذه لماذا برأيكم؟ الحدث تفاصيل حدوثه منذ البداية تغيب أفاق الحلول وتظهر قصص المعاناة صرخات تعبر الحدود وواجع يشاهده العالم كل يوم بالصمت والصورة وحتى لا تنسى قصصه نحن نوثقها بكل تفاصيلها في صمت الأشياء من حولك في كل حركة متناغمة وسكون في الانتظار لانتهاء الألم في كل ثانية تمر هناك أحداث صراعات في كل جزء من العالم فكل لحظة ترسم مشهدا تشكل خبرا تصنع حدثا نتواجد هنا في الجبهة الجنوبية لمحافظة بأرب ينضم إلينا مراسل الحدث نحن الآن في منطقة الفليحة حيث الخطوط الأمامية لقوات الجيش الوطني والمقاومة كيف يمكن أن يتحرك مجلس التعاون الخارجي لمواجهة بالتهديدات الإرهابية الحفية السلام سيتحدد في اليمن بالضغط على إيران العملية العسكرية مستمرة لملاحقة تدفلون الميليشيات الخوثية ما الذي تريد ميليشيا الحوثي أن تحقيقه من وراء هذا التصعيد أنا أتفلان في المكان الذي تم استهدافه مساء البارحة ما أبرز ما تم حتى الآن ميليشيات الحوثية أساساً لا تؤمن إلا بالحرب هذا المكان لم تصله أبدام الميليشيا الحوثية وبقي صابتا رغم الطرابات المكثفة هذا التصعيد الحوثي الأخير إلى أي حدوى مرتبط بالخسائر التي تتلقى هذه الميليشيا الحوثية على الأرض في الداخل اليمني بإمكانكم متابعة قناة الحدث HD على الترددات التالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر البرهان يتهم الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب ويجدد التزام الجيش السوداني بتسليم السلطة لحكومة مدنية قائد الدعم السريع يستبق كلمة البرهان في الأمم المتحدة ويعرض رؤيته لوقف النار وبدء محادثات سياسية السعودية تحذر من دور الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة وتأمل أن يسهم الحوار اليمني في عودة الاستقرار مع تواصل عملية انتشار الجثث في درنا حفتر يبحث مع قائد أفريكم توحيد الجيش وإخراج المقاتلين الأجانب الجزائر تتخذ إجراءات مشددة للحد من هجرة الأطباء إلى الخارج بعد التحاق المئات بمستشفيات فرنسا حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم إذن نستكمل وإياكم هذا المشوار الإخباري قالت السفارة الأمريكية في ليبيا إن قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا مايكل لانجلي التقى قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر في بنغازي حيث بحثا موضوعات من بينها أهمية توحيد الجيش وذكرت السفارة أن الجانبين قد ناقشها أيضا أهمية تشكيل حكومة منتخبة ديمقراطيا إضافة إلى حماية سيادة ليبيا بإخراج المقاتلين الأجانب وأضافت كذلك أن المناقشات تطرقت إلى جهود الإغاثة الجارية في المناطق المتضررة من الفيضانات وجهود السلطات الليبية والمجتمع الدولي لمساعدة المحتاجين بعد كارثة الإعصار دانيال الذي اجتاح مناطق واسعة في شرق ليبيا هذا وقال المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر الليبي توفيق شكري قال إن الوضع أصبح صعبا جدا بانتشال الجثث من تحت الركام لأن ذلك يتطلب معدات وأليات ثقيلة وأشار إلى أن الجثث التي تخرج من البحر يجري انتشالها بشكل فوري سواء في درن أو في السواحل المجاورة لها شكري أكد كذلك استمرار عملية تقديم المساعدات للناجين وأهالي مدينة درن النازحين خارجها والموجودين فيها وقال إن الوضع أفضل من حيث توزيع المساعدات والاحتياجات بالنسبة للمواطنين ترجمة نانسي قنقر لا إله إلا الله لا إله إلا الله نسأل الله أن يتقبلهم الشهداء نسأل الله أن يتقبلهم من الشهداء اللهم أجرنا في مصيبتنا لا إله إلا الله إذن ينضم إلي مباشرة من بنغازي مبروك بلتمر رئيس مفوضية المجتمع المدني أهلا ومرحبا لعلي أسأل في البداية عندما نتحدث عن هذا الحراك الأخير قيادة آفريكم مع خليفة حفتر بما يتعلق بجهود توحيد الجيش هل هو أكثر الحركات التي تشهد تقدما إنما قورنت بالحراك السياسي والأزمة السياسية اليوم بليبيا نسأل خير بسم الله بداية نعم إذا استطعنا القول بأن يعني الجهود لجنة خمسة زيز خمسة كانت منذ البداية هي اللجنة الوحيدة التي تفتير يعني بفطوات وإن كانت بطيئة إلا أنها ثابتة وهذا يعني يدل على انضباطية هذه المؤسسة العسكرية عادة أنما المؤسسات العسكرية تكون منضبطة وتكون ملتازما بما يعني تصرح به ولكن أعتقد أننا لازلنا بحاجة إلى أن نرى طيطرة فعلية يعني وخصوصا بغرب البلاد على بعض التشكيلات التي نعتبرها أنها تجنح عن يعني السيطرة أو الرزوخ للتعليمات بين أين والآخر نشاهد أن هناك مناوشات تحدث بينها وينجم عنها ضحايا وأرواح تزهق وبالتالي ما نريده المزيد من العمل من أجل على الأرض الواقع يعني من أجل ضبط هذه التشكيلات التي ملحت الشرعية يعني من قبل الدولة ولكن لا ترتفل إلى التعليمات هذه حقيقة لا نستطيع إخفاها وعلى لجنة خمسة زايد خمسة يعني الحديث في الجدي من حيث مناقشت هذه الأمور وإعادة ترتيب هذه التشكيلات عفوا يعني سادة مبروكة ما الذي تقصدينه بالحديث الجدي لطالما تجتمع يعني لجنة خمسة زايد خمسة يشار إلى جملة من الإنجازات يشار إلى جملة من يعني لنقل التحرك تجاه توحيد المؤسسة العسكرية بالتالي ما الأكثر جديا الذي تقصدينه سادة مبروكة أن نرى النتائج الحقيقية في امتثال هذه الكتائب الغير منضبطة والتي لا تمتثل إلى التعليمات يعني الحديث الجدي أنه هناك توافقات بين اللجنة خمسة زايد خمسة لكن على أرض الواقع نرى أن هناك كتائب لا تمتثل إلى التعليمات هذه مسؤولية مان بالتالي هنا المسؤولية هنا تقع على عاتق من على الطريق الخمسة الذي أضيف إلى خمسة ولكن الذي لا يتلقون التعليمات من قبل عليهم أن يعيدوا ترتيب أن يضعوا آلية كيف يمكن خلينا نحكي بوضوح أكثر يا سيدة مبروكة يعني نحكي بوضوح أكثر الآن في إينا نحن عنا خمسة زائد خمسة تجتمع ويخرج عنها مقررات وجهود لتوحيد المؤسسة العسكرية وضبط الوضع الأمني وما إلى ذلك تقولين أنه ما زلنا الآن بفترة اللي هي هذه التشكيلات المسلحة التي لا تنضبط هذه مسؤولية من مسؤولية الفريق خمسة الذي لا يمتثل الكتائب في منطقة غربية لا تعليماتها وعليهم إيجاد حل من حيث إعادة تركيبهم ودمجهم بطريقة وبأرقام تركية لكي يتمكنوا من السيطرة على سلوكياتهم إعادة تدريبهم إعادة إرسالهم في دورات تدريبية خارج البلاد لكي يعودوا أكثر انضباط وتلقي التعليمات للمؤسسة أنا أعتقد أن هناك حلول بالإمكان أنهم يقوموا بها أنا لست متخصصة عسكرية حقيقة ولكن نطلع على بعض الحلول التي قد يعني تكون ناجحة إعادة دمجهم أو تركيبهم بشكل فراد قد يجعل أمر انسياحهم للمؤسسة العسكرية أفضل من أنهم يظلون لا كده كتلة واحدة نجد أن يستيب في هذه المشكلة يعطيك العافية وشكرا جزيلا من بنغازي مبروكا بلتمر رئيسة مفوضية المجتمع المدني من جانبها قالت بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا إن تقديراتها تشير إلى نزوح أكثر من 43 ألف شخص بفعل السيول التي ضربت شرق ليبيا وأسفرت عن دمار واسع النطاق وأضافت المنظمة بموقعها الإلكتروني أن عدم وجود مياه شرب نقية يدفع الكثير من النازحين من درنة إلى مناطق أخرى في شرق وغرب البلاد وأضحت المنظمة أن النازحين يواصلون مغادرة درنة إلى مناطق بشرق البلاد كطبرق ومنغازي وإلى مناطق في غرب ليبيا منها ترابلوس وحي الأندلس ومصراتا شكلت وزارة التربية والتعليم بحكومة دبيبا لجنة في بنغازي تختص بتمكين طلبة المناطق المنكوبة من الدراسة وتتابع المناطق المنكوبة من الدراسة وتتابع أوضاع الطلبة وتذليل الصعوبات التي تواجههم الوزارة أمرت كذلك بتوفير بداء إلى لإقامة ملائمة للطلبة النازحين رفقة ذويهم معي من بنغازي الدكتور فرج زيدان الاستراتيجي الليبي أهلا ومرحبا بحضرتك دكتور فرج زيدان من الجزئيات اللافتة بحسب ما قرأنا قبل قليل أنه موضوع توفر المعدات والأليات اللازمة لانتشال الجثث بسبب هذا الفيضان ما زالت هذه الأزمة موجودة رغم وجود الفرق ورغم وجود المساعدات اللوجستية من الخارج بداية تحية طيبة لحضرتك لكل السادة المشاهدين والمشاهدات بالتأكيد يعني المسألة نحن نتكلم أن حجم الظاهرة ونتائجها وتداعياتها كبيرة جدا بالمقارنة مع الفرق والعدد القليل من الدول التي لديها فرق إنقاذ الآن عندما نتحدث عن ما تنقله فرق الإنقاذ نفسها وتابعنا يعني كثير من الملتقيات التي تمت في غرفة الطوارئ وتكلم يعني رؤساء فرق الإنقاذ قالت إن الإشكالية فيما يتعلق بانتشال الجثث والجثمين الغارقة في البحر والموجودة في أعماق معينة من مياه البحر وهي موجودة في سيارات وبالإضافة لذلك الموجودة في مباني قد غرقت هناك الآن غواصين قالوا بأننا وجدنا يعني ما نسمي أشبه بالمدن يعني في الروايات وفي الأحاديث الأسطورية أن تحت البحر الآن توجد مباني وهناك جثمين وهناك جثث داخل يعني هذه المباني الغارقة في أعماق داخل البحر الآن ومن ثم نتكلم عن حالة مستعصية الآن تتطلب الكثير من الوقت وكل يوم يكون هناك نوع من الأبحاث بينها يعني العدد دكتور فرج هذه محاولة الوصول إلى أكبر عدد من هذه الجثمين يعني دكتور فرج أنت تعلم أنه يعني الحديث يعني الأمم المتحدة عن أنه أعداد الضحايا أظن يعني قالوا أو ذكروا عشرة ألاف أو أحد عشرة ألفا ويمكن عمدة المدينة كان قد ذكر سابقا أنه عداد الضحايا تصل إلى عشرين ألف ذلك يعني أنه بالفعل الإحصائية النهائية قد تزيد على ذلك هنا في ثمة مشكلة يجب أن نشير إليها بأن إحصائيات الأمم المتحدة غير دقيقة لأن إشكالية ما لأنها الأمم المتحدة يبدو أنها لأسباب سياسية لا تريد التواصل مع وزارة الصحة التابعة للحكومة المكلفة للبرلمان بحكم الاختصاص الجغرافي والواقعي لها فوزارة الصحة في أكثر من مرة نفت الأرقام التي بس أنا ما عم أحكي يا دكتور فرج يا دكتور فرج أنا لا أناقش قصة يعني أنه هذه الإحصائيات دقيقة أو غير دقيقة لكن بحسب كلام حضرتك عندما نتحدث عن أنه مركز مدينة درنة موجود تحت الماء عندما نتحدث أنه هناك مدن وأبنية كاملة وضحايا والجثث موجودين فيها يعني بحسب ما نستخلص من هذه الصورة القاتمة للأسف ممكن بالفعل العدد والإحصائية توصل لهذا العدد من الألاف من الضحايا هذا هذا اللي عم أسأل عنه نعم هو الآن نحن الآن نتكلم عن عدد يعني قد لا توجد إحصائية دقيقة لأن المسألة ترتبط بماذا ترتبط بعدد الجثمين التي يمكن أن يتم الوصول إليها وترتبط بإحصائيات تقريبية لأننا نتكلم عن مدينة جرفها السيل وأنت تدرك هذه العبارة تماما مدينة جرفها السيل الآن وأن الأرقام يعني لربما تكون من خلال ما يتقدم به أسر الضحايا الذين هم على قيد الأحياء للتبليغ عن عناصر أسرهم المفقودين في المدينة سواء كانوا تحت الأنقاض أو تحت يعني البحار أنا أنا في وجهة نظري الآن بأن التركيز الآن يتم على محاولة ما يمكن الأصول إليه من هذه الجثمين الآن لأنه لا يمكن التعامل مع إحصائيات دقيقة في هذه النقطة الآن هناك صعوبة يبدو أن مسألة الأنقاض الآن تم الحصول على أكبر عدد من الجثمين تحت الأنقاض تبقى الإشكالية كما تكلمت لحضرتك وهي المباني السكنية الغارقة في أميال أو في أعماق البحر بالإضافة إلى السيارات التي جرفها السيل لأعماق البحر هنا يعني صعوبات كبيرة جدا تواجه فرق الإنقاض وتطلب وقتا من الزمن وهذه قد تكلم عنها يعني رؤساء فرق الإنقاض خلال لقائهم مع غرفة السيطرة والعمليات التابعة للقوات المسلحة الليبية ستظل الأيام القادمة هي التي ستكشف لنا يعني حقيقة الأمر طب أنت تعلم أيضا يا دكتور فرج أنه يعني بالإجماع الكل تحدث عن أنه إمكانيات الدودة الليبية سواء في الغربي أو حتى في الشرق لا تسمح باحتواء تداعية هذه الأزمة يعني للأسف هذا البلد الملقسم سياسيا أجمع على أنه حجم المأساة أكبر من حجم البلد طيب اليوم هل تعتقد بأنه كل اللجان الموجودة وفرق الطوارئ وحتى الفرق التي أتت من الخارج وتعمل على الأرض سواء على اليابسة أو حتى في المياه ألا تعتقد أنه هناك حاجة حتى لمحاولة توحيد هذه الجهود بشكل أكبر وزيادتها والتنسيق مع الخارج بشكل أكبر لأنه في عنا مشكلة نازحين ولاجئين وأوبئة وأمراض وتوفير مساعدات وأموال وما إلى ذلك يعني الآن دعنا نميز بين أكثر من مستوى في الإجابة على سؤال حضر فيما يتعلق بقصة الانقسام الحكومي وتأثيرها وتأثير على المواطنين وعلى المعاناة وعلى الحالة الإنسانية لمدينة درنة الكارثية والناس الذين هم بدون مأوى ويحتاجون طعام ويحتاجون إلى غذاء وأنا أثمن هذا السؤال الآن الانقسام هو لازال موجود لكن هناك نقطة مضيئة في المنتصف ألا وهي أنه ثمت على المستوى التشغيلي نوع من التعاون بين الهياكل الحكومية أو الهياكل الإدارية التابعة للحكومتين مع استمرار التنافس بين رأسي الحكومة فمثلا على سبيل المثال الآن هناك شركة الخدمات والنظافة من طرابلس هي موجودة تعمل مع شركة الخدمات التابعة للحكومة المكلفة من البرلمان هناك الهيئة العامة للمياه التابعة لحكومة عبد الحميدة بيبة هي موجودة في طرابلس وتعمل مع هيئة المياه التابعة لحكومة المكلفة من البرلمان أيضا بالنسبة للكهرباء على سبيل المثال هي تعمل مع مؤسسة الكهرباء ومن ثم ما يهمني أنا أقصد أستاذ الكريم الآن هو أن العبرة بالمستوى التشغيل المواطن في درنا يحتاج إلى خدمات الآن ومن ثم يقول أنا أريد كهرباء أنا أريد نظافة أنا أريد توصيل المياه وأخشى من مسألة الوباء من خلال المياه الجوفية وإلى غير ذلك ومن ثم إذا ما تم توفير هذا المستوى عبر الوحدات الإدارية تابعة للحكومتين بغض النظر عن التنافس ما بين رأسي الحكومتين أنا وجد نظري الآن هذا مطلوب ويخدم من الناحية الواقعية المواطنين المسألة فيما يتعلق بفرق الإنقاذ فرق الإنقاذ الآن هي موجودة في عين المكان وهي الآن مطلعة على الوضع ومن خلال وجودها الميداني وتعمل بالتواصل مع غرفة الطوارئ التابعة للقوات المسلحة ومن ثم هذه المسألة منتهية وما تواجه وهي الصعوبات جغرافية الآن متواجدة في البحث الآن وتعمل على كل يوم على دراسة هذه الصعوبات وكيفية التغليب عنها تبقى الإشكالية فيما يتعلق بالموارد المالية هنا نقطة السؤال ونقطة البحث الدقيقة الآن هنا الآن أنت لعلق الطلاع بأن هناك بيان صدر من المجلس الدولة في طرابلس يرفض الميزانية التي أقرها البرلمان ومن ثم هنا إشكالية الآن كل حكومة الآن تحاول تحقيق مكاسب سياسية الحكومة المكلفة من برلمان تحتاج إلى ميزانية البرلمان وفر لها ميزانية لكن الإشكالية الآن أن مصر في ليبيا المركزي في طرابلس الآن لا أعتقد بأنه سيتعامل بإيجابية في هذه النقطة أيضا بالمقابل حكومة عبد الحميدة بيبة حكومة عبد الحميدة بيبة تريد أن تكون هي القناة المالية للتعامل مع الأزمة لكي تكسب مكاسب سياسية خاصة باعتبارها بعيدة عن مكان هذه الواقع الآن ومن ثم إشكالية الآن فيما يتعلق بمسألة الموارد المالية ولذلك نحن نقترح حل وسط في هذه النقطة هي أن لجنة الترتيبات المالية التي كلفت بقرار من المجلس الرئاسي الآن بإمكانها ومن خلال التواصل مع مصرف ليبيا المركزي أن تقوم بإعداد ميزانية أو ترتيبات مالية طارئة للتعامل مع الوضع في درنا لأن المنكبين والناس الذين هم بدون مأوى وبدون غذاء الآن لا يتحملون هذه المناكفات السياسية شكرا جزيلا إذن من مرغازي الدكتور فارج زيدان الاستراتيجي الليبي أعطيك العافية وشكرا استقبل مستشفى ابن سينة في مدينة مراكش المغربية عشرة أطفال يتام ممن فقدوا والديهم في زلزال إقليم الحوزة وقال مراسل الحدث إن هؤلاء الأطفال يحظون برعاية طبية وأخرى نفسية تنفيذا لأوامر ملكية وكان ملك المغرب قد منح أيتام زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة ليستفيدوا من الرعاية المعنوية والمساعدة المادية إلى حين بلوغهم سن الرشد ذات الهريكوبتر وذاتنا وجابتنا لهذا وستنطفونا مزيان وعملونا مزيان وعالجوا أختي وعالجوني شكرا جميعا لكم دكشين رفقت الحدث فريق إغاثة ميدانيا في رحلة للوصول إلى قمم سلسلة جبال الأطلس بإقليم الحوز في المغرب لإيصال المساعدات وتوزيع الخيام على المتضررين من السلسلة بعد ساعة من الطريق غير المعبدة بين قمم سلسلة جبال الأطلس في إقليم الحوز وصلنا إلى هذه القرية الموجودة في هذا الاتجاه من الصورة سنحاول أن نسأل الناس عن أحوالهم وهل وصلتهم الخيام وهل وصلتهم المساعدات طيلة الطريق كنا نرى في أعالي الجبال ألوانا صفراء وخضراء وزرقاء هي ألوان أصبحت مميزة بين الجبال لخيام المنكوبين من فاجعة الزلزال السلام عليكم السيدي السلام عليكم سميت هذه الدوار التي لديكم وكيف يعمل الأحوال هنا؟ الحمد لله سميته دوار توريد توريد ديالي وكزير وصلوكم خيام ومساعدات كيف يعملون مع هذه الفاجعة للزلزال الحمد لله الحمد لله كنين الناس معاونين معنا وكنين الناس موانيك لحمد لله وخصنا ندركها سميته المواد اللي خصنا سكوار ودقيق والقواطن كنين الشي وحدين خاصهم القواطن وشي وحدين راشدين القواطن لاجهة الباركة في الموزن والله رحمه يدين الشي ديال دريس واللبسات واسميته راستفن منهم هيراد الرجال الكبار واسميته را ما زال ما استفنوا ولو كنين عماس الناس زارونا وزابو لنا لكشي لقسم الله خصنا دروكا خصنا قرية ديال دول ما موصلش اسميته لكشي اللي خصنا الهدف هو أن كل عائلة كن عندها خيمة ديالة لأنه كنعرفوا باللي باش تكون عندك واحد ساكن اللي هو مريح وتكون تتفيع خصوصيدك خاص تكون عائلة في خيمة واحدة يعني بطبيعة الحال خاصة شوية الوقت ولكن يوم بعد يوم كن بعض الضواوير لوصلوا لهذه الهدف ديالهات يجب أيضا تنصيق حتى يكون جميع الفعاليات المجتمع المدني مع السلطة يكونوا كيصبوا كلهم نفس الهدف لهو تغطية مئة من المئة من حاجية الضواوير بعد ساعة ونصف من طريق جبلية وعرة وبمنعرجات خطيرة وصلنا إلى قرية جبلية هي نهاية هذه الطريق غير المعبدة بين قمم سلسلة جبال الأطلس الكبير برفقة جمعية متخصصة في إغاثة المنكوبين عدل الزبيري لقناتي العربية والحدث من قمم سلسلة جبال الأطلس الكبير إقليم الحوص هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل الرئيس عيد يعتزم دعوة التونسيين للاقتراع في انتخابات محلية وذلك في الرابع عشر من ديسمبر المقبل أطلق الجيش الروسي هجوما على مصنع آزوفستال الصلب آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في مريوبل محاولات كانت موجودة من طرف روسيا وقصف كذلك كان متواصل روسيا مطوعة بأنها سيتم فتح الممرات الإنسانية لخروج المدنيين حسب الوصف الأوكراني بأن المدنيون محاصرون في مريوبل ما هي خطورة تصريحات رئيس مجلس النواب واتهاماته بالتدخل الأمريكي المباشر في الحرب الأوكرانية هذا الحرب ليس بأجل ناتو هذه حرب توسعية روسية كل الآجة معلومات هذا من صفة الحرب الإعلامية القتال في المنطقة ما بين خاركف وما بين إزوليا يتحدث زيلنسكي عن هجوم مضاد هل يعني نقل ساحة المعركة من الداخل الأوكراني إلى الداخل الروسي كل هذا التوتر ما بين موسكو والدول الغربية وبعض العواصم المنتمية لحلف الناتو هل يعني بأن باب الحوار بات موسداً بشكل كبير مؤلمون في الصمم قال عناقه من دنيا تراقي المحدور من الشهداء والجرس من الشيخ من حتى الخيار ومن خلق ومضيح من الجال من خلال تغييرها للتحديث عندما نتحدث من تحديث المسوعة ومن السلحية من تحديث النائعين ومن خلاله لا نركض اللحظ هو العيش الكريم والحياة الكريم للإنسان الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل الوقت حدث يغير شيئاً ما في حياة أناس في قرارات قادة وفي مصارد دول لأنه لكل خبر تداعيته تابع الحدث في مكانه وزمانه حياكم الله وأهلاً بكم من جديد إلى الجزائر خمسة عشر ألف طبيب جزائري يشتغلون في المستشفيات الفرنسية حالياً كلهم تخرجوا في كليات الطب بالجزائر في العام الماضي وحده التحق ألف ومئتا طبيب جزائري بالكادر الطبي الفرنسي وذلك بعد اجتيازهم مسابقة معادلة الشهادة بسهولة وقد ساعدهم في ذلك طبيعة التكوين الذي يجري باللغة الفرنسية وهو ما يسمح لهم بالإقامة في فرنسا بغرض العمل ذلك أن عدداً كبيراً من الأطباء الجزائريين المتخرجين حديثاً يواجهون البطالة بسبب عدم توفر مناصب الشغل وإن توافرت فالراتب قليل بينما يجد العاطلون عن العمل فرصة توظيف متوافرة بكثرة في فرنسا التي تواجه مستشفياتها نقصاً في عدد الأطباء وزارة الصحة الفرنسية تشترط نسخة مصادقاً عليها لشهادة الطبيب الأجنبي للتأكد من صحة تكوينه العلمي في بلاده بسبب هذا النزيف أوقفت الحكومة الجزائرية المصادقة على شهادة الطب وفروعه لمنع الهجرة الجماعية لأطبائها إلى فرنسا وقد رأت نقابة الأطباء في قرار الحكومة أنه انتقائي لأنه يطال متخرجي كليات الطب والصيدلة دون غيرهم قالت أيضاً أنه يمس بالحريات الفردية لكو من القرار يتعارض مع مادة في الدستور تؤكد حق المواطن في التنقل بكل حرية داخل البلاد والخروج منها لكن من جهتها أيضاً استغربت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية قرار الحكومة لأنه شفاهي ولم يصدر أي نص رسمي يعلن عنه وأكدت أن الأطباء الجزائريين لهم اختيار البلد الذي يرغبون بالإقامة فيه الأمر يتعلق بحق عالمي يقتضي أن يتم حفظه دون تجاوز وبرأي النقابة فإن الطابع غير القانوني للقرار لن يحل مشكلة هجرة الأطباء وإنما سوف يولد اضطرابات في القطاع الصحي الجزائري والجزائر في غنان عنها مباشرة مباشرة معي مباشرة من الجزائر رئيس لجنة الصحة في البرلمان الجزائري الدكتور علي ربيج أهلا ومرحبا بحضرتك دكتور علي على شاشة الحدث دكتور علي ما الذي يحصل هل هو أمر قانوني هل هو أمر مسموح به بأن يمنع الطبيب الذي هو في النهاية مواطن جزائري من أن يختار الوجهة التي يريد أن يعمل يعني بسر الخير سيدي شكرا على هذه الدعوة وشكرا على تناول هذا الموضوع الذي هو موضوع مهم جدا أكيد ربما هذه واحدة من الإشكالات التي نعاني فيها في المنظومة الصحية الجزائرية على الأقل في المستوى التكوين ومستوى التوجيه للأطباء المختصين نعم هذه الظاهرة موجودة في الجزائر وليست وليدة اللحظة فالهي تعود لعدة سنوات وليست كذلك حكرا فقط على الجزائر كل دول منطقة المغرب العربي تعرف هذه الظاهرة وهي هجرة هؤلاء المختصين خاصة في تخصص الطب وحتى في تخصص أخرى ولكن الأسباب قد تكون عديدة ومتنوعة فهناك من يريد أن يحسن من ظروفه المعيشية ويبحث عن أجر مرتفع وهناك من يريد أنه يقيم أصلا خارج الجزائر ولظروف عائليات أخرى للطباء آخرين ولكن في الأخير يجب أن نكون بلغة صراحة القطاع الصحة في الجزائر لأسف الشديد تأخر فيه الكثير من الإصلاحات رغم من أن الدولة تصرف الكثير من الملايير في هذا القطاع لكن بسبب تراجع مستوى الأجور النسبة كبيرة من هؤلاء يبحثون عن تحسين ظروفهم المعيشية أنت سألتني عن هذا القرار فيما يتعلق بالمسادقة وامتناع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن المسادقة على هذه الشهادات الممنوحة وكما قلت في التقرير أن هذا الأمر ليس موجود نص قانوني أو حتى قرار وزاري يمنع المسادقة على هذه الشهادات ولكن هو إذا كان يرى بأنه حل هذا ليس بحل ولكن ربما مبادرة قد تكون مبادرة شخصية أنا لست متأكد منها ولكن أنا نظن الحل الأفضل هو أن يتم ترجمة توصيل يعني لما نحكي مبادرة فردية يا دكتور علي وفي ظل عدم وجود قرار مكتوب يعني موثق شيء قانوني مادة قانونية وما إلى ذلك كيف يتم التصرف مع هؤلاء الأطباء يعني هل المضوع مزاجي هل هو يعني أنا لا أعلم حقيقة لكن بحسب ما أفهم منك هل هو يعود لمزاجية وزير معين وزير الصحة مثلا قال أنه تصرفوا مع هذا الأمر بهذه الطريقة والله يصدقني يعني أنا نقول لك الآن هذا الأمر من ناحية القانونية غير موجود ولا يوجد حتى نص أو وثيقة تقول بأنه يجب منع هؤلاء ولكن أنا نقول أنه الذهاب إلى الحلول الحقيقية هي أننا نترجم تلك التوصيات التي كانت نتيجة جلسات ما يسمى بجلسات الصحة التي شارك فيها الكثير من الأطباء والمختصين وحتى النواب في البرلمان طب ماذا قيلا للأطباء يا دكتور علي ماذا يعني هؤلاء الأطباء الذين يريدون تصديق شهاداتهم بغرض المعادلة للعمل في المستشفيات الفرنسية بحسب علمك ماذا قالوا لماذا رفض طلب يعني الحصود على شهادات المعادلة والله نشوف أنا نظن الأجدر هو توجيه هذا السؤال لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأننا نقول لك وصراحة بس جنابك يعني برضو يا دكتور علي أنت بتشتغل يعني العفو أنت نائب في البرلمان ولجنة صحية في البرلمان فالمفروض أنه جنابك بتعرف يعني أو عندك معلومة عن الموضوع نعم ولكن هل فيه حالة ثابتة خرجت للعنن وأنه أي طبيب تكلم على هذا الأمر الآن هو عبارة عن خبر وهذا الخبر من حقنا نحن كنواب وكجهاز رقابي أننا نتأكد من هذا الأمر لأنه نقود لك من ناحية قانونية غير مقبول بس أنت برضو سامحني يا دكتور علي أنا فقط من باب أنه نخلي الحوار متوازن جنابك قلت ببداية هذا الحوار أنه الإصلاحات على مستوى الجهاز الصحي أو يعني الكادر الصحي وما إلى ذلك يعني لم يكن بالقدر المطلوب بالتالي فيه مشاكل فيه هناك إشكاليات وهذا الخبر يعني ما كان من الفضاء يعني أكيد كان بناء على وجود حالات لطلاب جزائريين قالوا بدنا نشتغل بفرنسا وما حصلوا على الشهادات هذه أنا أنا أقول لك والآن نتكلم معاك بكل يعني أريحية وبكل صراح فضل مسألة هجرة الأطباء في الجزائر موجودة لا يمكنني أن أنكر هذا الأمر الأسباب قدت لك في البداية متعددة الحالات رفض مسادقة على هذه الشهادات قد تكون موجودة لكن كم عدد الذين رفضت مسألة مسادقة على هذه الشهادات لا أنا ولا أنا أنا ما أسأل عن العدد يا دكتور علي ما أسأل عن العدد عم أسأل إذا كانت موجودة شو كان يقال لهؤلاء الطلاب الوزارة ماذا تقول لهم ليش ما بدنا نعطيكم هذه الشهادات أو هذه الوثائق هدهن سؤالي سريعا لو سمحت لا لكن لا تتركني أنني أجيبك سيد والله خليتك تحكي لك دكية لا أنا 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 حاب نمشي إلى الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى هجرة الأطباء هذا بالنسبة لي أنا تفصيل نعم من تفصيل يجب أننا نحقق فيه لكن سؤال الحقيقي الذي أننا نسأله لماذا هجرت الأطباء الجزائريين أنا كنائف في البرلمان ومع زملائي ومع الحكومة يجب أننا نحضر كل الظروف التي تمنع هؤلاء من الهجرة ولكن مسألة الهجرة في الأخير ليست حكرا عن الجزائر أنا قلت لماذا وفيه أسماء أخرى الجزائريين والأطباء الجزائريين يشاركون إلى جانب التوانسة والمغاربة واللبنانيين وينجح الجزائريين في كل مرة بأعداد كبيرة هذا كذلك يخلينا نقول أن التكوين في الجزائر من ناحية تخصص الطب تكوين ممتاز طيب الآن كيف نمنع أو على الأقل نقنع هؤلاء بعدم الهجرة هل لأننا سنسادق على شهاداتهم نحل هذا المشكلة لا الحل هو أننا نحسن الظروف المعيشية للطبيب من خلال رفع المستوى الراتب الظروف السكن الظروف اللوجيستيكية هذه هي الأشياء التي يبحث عليها الطبيب الجزائري وبعد ذلك لم نسمع أي كلام عن الهجرة أو حتى عن المسادقة على هذه الشهادات لهذا نقول لك اليوم يجب على الحكومة أن تترجم التوصيات التي كانت عبارة عن مخرجات لتلك الجلسات والندوات والملتقيات التي عالجت الظاهرة بشكل عميق وصحيح وعلمي اليوم لابد من شجاعة سياسية السيد الرئيس الجمهورية اليوم مهتم بملف الصحة وعطاله كل الاهتمام وكل الأموال وكل الظروف لكن اليوم للأسف شديد نشهد نوع من التعطيل في إصلاح هذه المنظومة السيد الوزير السابق والحالي هم كانوا جزء من ما يسمى بمحاولات إصلاح هذا القطاع ولكن يجب تضافر كل الجهود أنا موافقة وبقتلك في البداية أن مسألة المسادقة هذا حق مشروع لكل طالب ليس فقط في الطب في الهندسة في أي تخصص آخر لكن هذه جزئية أنا لا أريد أن أناقش الجزئية بقدر ما أريد أنني أحضر كل الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمنع هؤلاء من الذهاب لأنه في الأخير الجزائر هي من تخسر المريض الجزائري هو من يخسر والمستشفيات الفرنسية تستفيد من هذه النفقات طيلة سنوات على الأطباء الجزائريين ثم يذهبوا إلى المستشفيات الفرنسية والأوروبية حق الهجرة مكفول لكل جزائري هو قوانين ودستور الجزائري لا يمنع من الهجرة لكن علينا أن نتحمل المسؤولية كسياسيين وكنواب وكحكومة هذا النسي بتشكرك جزيل الشكر إذن من الجزائر رئيس لجنة الصحة في البرلمان الجزائري دكتور علي ربيج أعطيك العافية وشكرا على وجودك معنا أعلن الرئيس التونسي قيسي سعيد أنه سوف يصدر أمرا لدعوة التونسيين إلى الاقتراع في دورة الأولى لانتخابات المحلية وأكد سعيد أن الدورة الأولى لهذه الانتخابات سوف تجري في الرابع والعشرين من ديسمبر كما أشار إلى أنه وفي حال لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة فسيتم اللجوء إلى دورة ثانية لا يتقدم إليها إلا المترشحان الأول والثاني الذين تحصلا على أغلبية الأصوات وقد جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء حيث تم بحث تقسيم الدوائر الانتخابية إضافة إلى ضبط عدد المقاعد المخصص لها لانتخاب أعضاء المجلس الوطنية أنه سيتم إصدار أمر لدعوة الناخبين للانتخابات يوم الرابع والعشرين من شهر ديسمبر المقبل إن شاء الله وتم الإختيار على هذا اليوم لأن في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر من سنة عشر وألفين سقط شهيدان بمدينة منزل بوزيان وجه القضاء التونسي إلى رئيس النهضة بالوكالة منذر الوانيسي تهمة الإرهاب والتعامل مع أطراف أجنبية وكان حاكم التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدر الأربعاء أمرا بإداع الوانيسي السجن بينما أكد أن المحامين أو أكد محاموه أن هذا القرار قد جاء دون التحقيق معه في ملف التسريبات ويذكر أن الوانيسي قد اعتقل بسبب تسجيل صوتي منسوب إليه كشف فيه عن صراعات داخل حركته كما اتهمها بتلقي تمويلات مشبوهة معي مباشرة من تونس القانوني والمحلل السياسي عبد الحميد بن مصباح أهلا ومرحبا بحضرتك أستاذ عبد الحميد على شاشة الحدث أبدأ بما انتهينا إليه وما هو متعلق بوضع الرئيس بالوكالة للنهضة الوانيسي الآن التهم المتعلقة به إذن بحسب ما نفهم هي ليست متعلقة بالتسريبات التي يعني قيل وأشيع إنها منسوبة له وإنما متعلقة بتهمة الإرهاب ليس كذلك تقريبا كل التهم التي وجهت إلى السيد منظر لونيسي أساسها على الأقل هي التسجيل الذي نسب إليه التحقيق انتهى بعد يفترض أن يكون قد تمحص من الناحية الفنية والتقنية هذا التسجيل من خلال البصمة الصوتية التي ربما تكون قد أثبتت أن الصوت هو صوت السيد منظر لونيسي وأن التسجيل لم يكن مفبركا ولم تدخل عنه إدخالات أو تحديثات على هذا الأساس فإن ما ذكر في هذا التسجيلات عمل على أنه حقيقة منسوب إلى السيد منظر لونيسي وعلى ذلك الأساس تم اتهامه أو توجيه التهم له بالتهم الإرهابية والتعاطي معاجلات يعني الاتهامات مرتبطة بالتسليبات يا أسد عبد الحميد صحيح؟ مرتبطة جميعها تقريبا بالتسريبات لأن حتى تهمة التعاطي أو التعامل معاجلات أجنبية سمعنا في التسجيل حديثا عن أنه اتصل باجهات أجنبية وعلى كل حال فالقاضي ينطلق من هذه التسجيلات لتبيان الحقيقة ولا يمكن أن نتحدث عن حقيقة قضائية إلا بعد صدور حكم نهائيا في المسألة صد عبد الحميد وبحسب اطلاعك لماذا ذكر محامول لونيسي بأن هذا القرار قرار الإداع بالسجن لم يأتي أو غير مرتبط أبدا ولم يجري التحقيق معه في ملف التسريبات ما ذكره محاموه اليوم هو أن السيد منذر لونيسي قد أحيل على قاضي التحقيق وتزامن جلسة الاستنطاق مع رخصة مرضية لقاضي التحقيق المتعاهد والقانون في هذه الحالة يتيح لأي من قضاة التحقيق بالقطب أن يحل محل زميلي وأن يقوم بالاستنطاق إما استنطاقا كاملا أي استنطاقا في الأصل أو استنطاقا أوليا وله أن يتخذ إجراءا احترازيا يتمثل في إيقافه تحفظيا وهو إجراء احترازي الذي وقع اليوم هو كما قلت أن الاستنطاق قد تم من قبل قاضي معوض على ما ذكر محاموه وأنه لم يتم استنطاقه في الأصل وإنما أصدرت في شأنه بطاقة إداع على أن يتم الاستنطاق في الأصل أي الاستنطاق المعمق في جلسة قادمة هذا ما فهمناه من فريق دفاعه اليوم يعني ما يفهم إذن أنه موضوع الإداع بالسجن وإن تم بلا استنطاق لكن ذلك يعني أنه سوف يستنطق وسوف يتم التحقيق معه لاحقا البطاقة الإداع قدر قاضي التحقيق المتعهد أن هناك لزوم قانوني لإداعه بناء على ما توفر له من معطيات ومن مسائل داخل الملف ولكن الاستنطاق في الأصل سيرجأ ولقاضي التحقيق بعد الاستنطاق الذي سيأتي أن يثبت بطاقة الإداع كما له أن يتراجع عنها ويفرج عنه الجزئية الأخيرة متعلقة بموضوع الانتخابات والدعوة وتوجيه من مؤسسة الرئاسة بأنها سوف تجري بـ 24 ديسمبر القانون الانتخابي ينص على أن من الشروط الأولية أن تقع دعوة الناخبين إلى الانتخابات قبل ثلاثة أشهر على الأقل من معادها ويكون ذلك في شكل نص يصدر عن رئيس الجمهورية اليوم باعتبار أن اليوم تقريبا يوم الرابع والعشرين اليوم وغدا هما اليومان الأخيران قبل موعد الثلاثة أشهر المفروضة قانونا ولذلك رئيس الجمهورية ينتظر أن يصدر يوم غد الأمر الخاص بدعوة الناخبين للانتخابات حتى يحترم الأجل القانوني المتمثل في ثلاثة أشهر سريعا جدا سيد عبد الحميد لماذا أصبح هناك شيء من اللغة بخصوص إقامة هذه الانتخابات بحسب تصريح رئيس اللجنة أمس سريعا هو تقريبا اللغة تم من هذا التأخر غير المبرر في إصدار النصوص المنظمة النص الأول صدر اليوم وهو الأمر دعوة الناخبين إلى الاقتراع والنص الثاني هو تقسيم الدوائر الانتخابية والذي ما زال لم يصدر بعد إذن بتشكرك جزيل الشكر وقوفا على جزئتي الانتخابات وأيضا إداع الونيسي السجن كان معنا من تونس القانوني والمحلل السياسي التونسي عبد الحميد بن مصباح شكرا جزيلا لك إذن ننتقل وإياكم الآن مشاهدين الكرام إلى هذه المقابلة التي كانت قد أجرتها الحدث في وقت سابق مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ حيث تحدث عن قرب مرحلة التوصل إلى اتفاق سلام في اليمن وأيضا حول إمكانية التوصل إلى حوار يمني يمني وذلك بهدف حل النزاعات المندلعة في البلاد انتقال إذن للمقابلة تيم ليندر كينغ شكرا لك على هذه المقابلة وزارة الخارجية السعودية وأيضا وزير الدفاع أشادوا بالنتائج الإيجابية بعد زيارة وفد الحوثي إلى طبعا الرياض هل يمكن للإدارة الأمريكية أن تعول على هذا النجاح لرسم خارطة طريق يمكن أن تنهي الحرب الزيارة الحوثية إلى الرياض تأتي بعد عام من التفاوض بين الطرفين في إطار هدنة والتي دامت 18 شهرا إنه لتطور جيد وشملت العديد من النقاط كتحرير الأسرة الذي جرى في أبريل الماضي وأفضى إلى إطلاق صراح 900 شخص من الطرفين أيضا مكنت الطيران التجاري من التحرك في مطار صنعاء وذلك للمرة الأولى منذ عام 2016 كما مكنت حركة البضائع التجارية بالإضافة لتحرير مليون ومئة ألف برميل نفط عالق في ناقلة صافر مما يمنع أزمة تنبيئية كل هذه النقاط تشير إلى عامل تثبيت لجهود السلام ويجب أن تكون دافعا لها أيضا والاتجاه نحو وقف إطلاق نار دائم في اليمن وحوار سياسي يمني يمني الهدنة كما ذكرت مستمرة منذ 18 شهرا هناك بعض الخروقات هنا وهناك لكن هل يمكن أن نبني على هدنة دائمة ربما ووقف لكل العدائيات بعد هذه الزيارة؟ أرى هذه التطورات الإيجابية التي نتحدث عنها كعوامل لبناء الثقة لتعطي الشعب اليمنى والمجتمع الدولي الضمان بأن هناك إمكانية للسلام لكن حقيقة أنه لا يوجد اتفاق سلام حتى الآن هي ما يقلقنا لدرجة ندرك فيها أنها فترة هشة لذلك هناك طاقة كبيرة هنا في الأمم المتحدة باجتماع قادة العالم وقادتنا اللقاءات المتعددة مع الوزير بلينكين تركز على اليمن مع السعودية والإمارات والقيادة اليمنية ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اليمن يحتل مكانة بارزة للغاية لأن هناك شعورا بأنه يجب التركيز على هذه اللحظة وأن يتجه اليمن نحو السلام أدرك بأن هناك آلية أممية وأن الولايات المتحدة تعمل من خلالها لكن هل هناك دور جديد تفعيلي لواشنطن ربما بعد هذه الزيارة وربما تغيير حتى دور للأطراف المتنازعة بمعنى بأننا نرى الآن ربما فرصة يمكن البناء عليها مرة جديدة ليس لدينا أي نية أن نلعب ذلك الدور خارج سياق الأمم المتحدة من المهم معرفة أن هذه عملية بقيادة الأمم المتحدة وبالتزام مع ذلك تلعب الولايات المتحدة دورا لاغنا عنه والرئيس والوزير كان داعمين كبيرين ولديهم التوقعات بأن الولايات المتحدة يمكن أن تلعب دورا أكبر لدعم الجهود المبذولة حافظنا على التواصل مع جميع الأطراف وهذا جزء مهم من دورنا بالإضافة إلى تنقلات في منطقة الخليج بشكل شهري أو أكثر لبناء دعم دولي لتلك الجهود كلها عوامل تساهم للوصول إلى اللحظة المنشودة هل يمكن تطوير ربما هذا الاتفاق لنتحدث عن فتح كل الموانئ الخاضعة تحت سيطرة الحوثيين وكذلك المطارات هناك رحلات من صنعة إلى عمان وإلى القاهرة لكن هل يمكن للإدارة أن تعمل لتدفع أن يكون هناك حتى رحلات لأماكن أخرى يمكن أن تطور هذا الاتفاق؟ كان ذلك جزءا أساسيا من الهدن في أبريل عام 2022 للحفاظ على استمرارية الطيران التجارية ونحن نقدر ونشكر حكومة الأردن لمرونتها وإرادتها لاستقبال الرحلات الجوية من صنعاء ورؤية الأردن قادرة على المساهمة هو مكان تقدير من قبلنا ونود أن نرى وجهات إضافية أيضا للرحلات تحدثنا إلى بلدان عدة بخصوص إمكانية استقبال رحلات جوية من اليمن على أمل أن نوسع هذه النقطة من الهدنة طبعا جزء من الاتفاق هو خروج كل القوات الأجنبية من الأراضي اليمنية ليكون هناك حوار يمني يمني هل هذا ممكن تحقيقه؟ هل تعتقد بأنه هناك فرصة الآن للحديث عن تطوير هذه الزيارة لنتحدث عن مرحلة مقبلة يمكن أن توند الحرب؟ أعتقد أن رؤية بلدان المنطقة تقدما ملحوظا لجهود السلام سيزيد من شعورهم لسحب قواتهم ما تزال تهديدات تنظيم القاعدة مستمرة في اليمن ويجب أن لا نتساهل مع ذلك إذ كانت هناك حوادث اختطاف لعاملين في الأمم المتحدة ويجب أن يكون هناك مجهود دولي لتدمير تنظيم القاعدة لكن كما ذكرت لا يجب أن تكون هناك قوات أجنبية في اليمن وهذا أمر يعود قراره إلى اليمنيين أنفسهم ليس فقط وجود القوات الأجنبية بل أيضا كيفية توزيع مواردهم وكيف تتم إدارة البلاد لذلك من المهم أن نتوصل إلى الحوار اليمني اليمني وهو ما نراه السبيل الأفضل أريد أن أسألك أيضا عن نقلة النفط الصافر كان هناك نجاح ديبلوماسي هائل ما بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة وهولندا والقطاع الخاص لربما إنقاذ اليمن من كارثة بيئية غير مسبوقة لكن هناك حاجة إضافية إلى نقل هذه الناقلة إلى مكان آخر وأنتم بحاجة إلى 22 مليون دولار طبعا تم جمع 120 لكنكم بحاجة إلى أموال إضافية أين ستحصلون على هذه الأموال وهل هناك نداء لجهات معينة بأن تؤمن هذا المبلغ؟ بالفعل كان مجهودا عظيما وتحالفا متعدد الأطراف واسعا نطاقة جمع البلدان والقطاع الخاص وأطفال المدارس لجمع المال لكن الأمم المتحدة ما تزال بحاجة إلى 22 مليون دولار لإنهاء المهمة لذلك نحن بحاجة لمتطوعين والمشاركة في هذا الجهد البيئي والسياسي والإنساني هذه قصة عظيمة ونحن بحاجة للتمويل للتوصل إلى نهاية إيجابية تيمر ليندر كينغ شكرا لك على هذه المقابلة شكرا للمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات